طيب خبر تاني هنروح يمكن اقلن عنه عن موقع النادي الالي او المواقع او القنوات الرسمية النادي الالي وهو اجتمع مستر اجوستي بوش بعد ما رجع مدير فن كرة السلة رجال بعد ما رجع من سنغافورة بعد قاسب بعد ما رجع من الدوحة البطولة العربية اجتمع مع كابتن محمود الخطيب وطبعا ضر الحوار يعني عن الفرقة ومناشة مشاركيات الفريق في البطولتين اللي فاتوا وطبعا اترتب عليها والعمل يعني البطولات دي اللي يترتب عليها دي سورة طبعا من اللقاء البطولات دي اللي يترتب عليها وضرورة استعادة المستوى الفني الرائع والمعروف عن فريق كرة السلة وتحقيق الاهداف المطلوبة الاجتمع شهد كمان الكلام عن امور الفنية والادارية لتخص الفريق واكد كابتن محمود الخطيب على استمرار الدعم الكامل للعيدة والجهاز الفني وده وفقا لطموحات النادي وجمهوره على كل الاصائد سواء محلية وقرية واقلمية فريقنا طبعا تستعد المطش السوبر اللي جاي اللي هيكون في البحرين مع نادي الزمالك واللي هيكون الجمعة القادمة ان شاء الله وفيه كلام انه ممكن يغيره معاده عشان ما تعرضش مع مباراة كرة القدم وفيه فعلا خطاب طلع من الاتحاد المصري كرة السلة للاتحاد البحريني يعني اللي بيستضيف هذه المباراة انه يحاولوا يأجلوا المباراة بدلا ما تكون الساعة 6 تكون الساعة 8 عشان ما تعرضش مع مباراة كرة القدم ولكن ان شاء الله يعني رد المطش الساعة 7 عشان ما بقاش فيه تعارض يعني المحاولات دي هنشوفها تثمر عن إيه ولكن طبعا أكيد الناس هتبعى عايزة يعني تتابع أو جمهين ناديين عايزة تتابع المباريتين خلينا أتكلم معكم فنيان شوية يمكن فريق كرة السلة أنا شايف أنه ما عندوش مشكلة يعني المشكلة الوحيدة هو عدم سباة المستوى هنلاقي فيه أوقات أو فيه مباريات الفريق بيقدم مستوىات عالية جدا زي مباراة أمريكا إجنيتر اللي فوزنا عليه في يعني أول مباراة لعبناها في بطول العالم وبتلاقي بعد كده مباراة بعديها بيهتز المستوى جامل مش كده بس أنت عندك اهتزاز المستوى في المباراة الوحدة مش بس مباريات لأ أنت ممكن مباراة واحدة تلاقي فيه اهتزاز مستوى يعني مباراة قبل النهائق اللي كانت مع السلة المغربي أنت في الكورتر التاني تلاقي 17 بونت فارغ وجيت في التات والرابع حصل هبوط جامل جدا في المستوى الفريق مشكلته بس هو عدم ثبات المستوى والحقيقة ده ليه أسباب كتير جد وأكيد مستر أجوستي بوش يعني راجل بهذه الخبرة أكيد هيحلل ده مع جهازه الفني كابتن أحمد الجرحي وكابتن دياصتي والمجموعة كابتتر الغنام والمجموعة كلها اللي موجودة أكيد هيحلل ده من وجهة نظر الفنية ده ليه عدة أسباب أشهرها على الإطلاق من وجهة نظر أنا